الوحدة الثانية من مقرر رياضيات العمال هي المعادلات أنظمة المعادلات equation system نجد أن موضوع المعادلات يحتل مكانة كبيرة في الرياضيات والاقتصاد وفي شتى العلوم أيضا وفي العلوم المختلفة نجد كثيرا ما تدعو الحاجة إلى التعبير عن البيانات والمعلومات في صورة معادلات فعلى سبيل المثال في مجال الاقتصاد يمكن تفهم النظام الاقتصادي بطريقة أفضل إذا تم التعبير عن موضوع الدراسة أو البحث بأنظمة المعادلات وذلك لتوضيح العلاقات المختلفة داخل النظام بصورة أكثر تحديدا لأن أنظمة المعادلات توضح الارتباط الفعلي بين المتغيرات لأنه كان يمكن دراسة العلاقة بين المتغيرات باستخدام الدوال ولكن الدوال لا تدلنا على الارتباط الفعلي بين المتغيرات وفي هذا الفصل نتناول بالدراسة أنظمة المعادلات الخطية وغير الخطية نقوم أولا بتعريف المعادلة ثم نقوم بتوضيح كيفية حل المعادلات تعريف المعادلة المعادلة هي تعبير رياضي يدل على تساوي كميتين هما طرفي المعادلة طرفي المعادلة هما الطرف الأيمن والطرف الأيصر يعني المعادلة لها طرفان متساويان مثل كفتين ميزان الطرف الأيمن والطرف الآخر يسمى الطرف الأيصر والمثال التالي للمعادلات يوضح التعريف نجد المعادلة X تساوي صفر تمثل معادلة كما أن Y زايد 3Y ناقص 8 يساوي صفر هذه أيضا معادلة و 5X زايد 4 يساوي 2X زايد 1 أيضا معادلة كل معادلة لها طرفان طرف أيمن طرف أيصر كما أن المعادلة X تربيع يساوي 49 و Y تربيع زايد 6Y يساوي صفر 9 تمثل أيضا معادلة و كذلك X تربيع صفر 3X يساوي 2 تمثل أيضا معادلة و يلاحظ على المعادلات الآتي أولا درجة المعادلة هي قيمة أكبر قوة أو أكبر أس للمتغير المجهول في المعادلة إذا كانت المعادلة أكبر أس للمتغير المجهول فيها يساوي 1 تسمى معادلة من الدرجة الأولى أكبر أس للمتغير المجهول فيها يساوي 2 معادلة من الدرجة الثانية 3 معادلة من الدرجة الثالثة و كذا المعادلات السابقة في المثال السابق وجدنا أن منها معادلات في طرفها الأيمن يساوي صفر تسمى معادلات صفرية كما أنه في بعض المعادلات الطرف الأيمن لا يساوي صفر و تسمى معادلات غير صفرية ولكن يمكن جعل هذه المعادلات معادلات صفرية بنقل الحدود في الطرف الأيمن إلى الطرف الأيسر بعكس الإشارة وسنتناول في هذه الوحدة كيفية حل المعادلات بأنواعها أولا المعادلات الخطية linear equation وهي المعادلات من الدرجة الأولى أي أن أكبر قوة المتغير المجهول فيها يساوي 1 المعادلات من الدرجة الأولى في متغير 1 تأخذ الشكل التالي ax زائد b يساوي 0 حيث a وب ثوابت وإلى تساوي 0 وحل هذه المعادلة أي الحصول على المتغير المجهول فيها يمكن الحصول عليه ببساطة كما يلي ax نقوم بنقل السابت b إلى الطرف الأيمن بعكس شرطه يساوي سالب b ثم نقوم بقسمة الطرفين المعادلة على السابت ax على a يساوي سالب b على a ax على a تساوي x وتساوي سالب b على a أي أن حل المعادلة هو x تساوي سالب b على a وتسمى قيمة x في هذه الحالة بحل المعادلة أو جذر المعادلة لاحظ أن المعادلة من الدرجة الأولى في متغير 1 لها حل أو جذر وحيد مثال حل المعادلات الآتية رقم 1 4x نقص 5 يساوي x نقص 8 2 5y زائد 3 يساوي y رقم 3 3x نقص 2x نقص 5 يساوي 6x زائد 2 ضرب 2x زائد 10 المعادلة رقم 1 4x نقص 5 يساوي x نقص 8 هذه معادلة كما واضح من الدرجة الأولى في متغير 1x وحل هذه المعادلة هو الحصول على قيمة x التي تجعل طرفي المعادلة متساويان وتم حل المعادلة بالخطوات الآتية أولا جعل الثوابت في طرف والمجهيل في الطرف الآخر أي نقوم بنقل x في الطرف الأيمن إلى الطرف الأيسر بعكس إشارة فيصبح الطرف الأيسر 4x نقص x ثم نقوم بنقل 5 في الطرف الأيمن إلى الطرف الأيسر بعكس الإشارة فيصبح الطرف الأيمن سالب 8 زائد 5 ثم نقوم بتجميع الحدود في الطرفين 4x نقص x يساوي 3x سالب 8 زائد 5 يساوي 3 نقوم بقسمة طرفي المعادلة على معامل x وهو 3 فنحصل على قيمة x تساوي سالب 3 على 3 أي أن حل المعادلة هو x يساوي سالب 1 أي أن x يساوي سالب 1 هي التي تحقق طرفي المعادلة المعادلة 2 خمسة y زائد 3 يساوي y من الواضح أن المعادلة هي معادلة من الدرجة الأولى أيضا في متغير 1 هو y نقوم بحل المعادلة بالخطوات الآتية أي الحصول على قيمة y التي تجعل طرفي المعادلة متساويان نقوم كما عملنا في المثال السابق بجعل السوابت في طرف والمجهيل في الطرف الآخر نقوم بنقل y من الطرف الأيمن إلى الطرف الأيسر بعكس الإشارة فيصبح الطرف الأيسر 5y ناقص y ثم نقوم بنقل موجب 3 من الطرف الأيسر إلى الطرف الأيمن بعكس الإشارة فيصبح الطرف الأيمن سالب 3 ثم نقوم بتجميع الحدود في الطرف الأيسر 5Y-Y يساوي 4 أو نقوم بطرحها 5Y-Y يساوي 4Y فتصبح المعادلة 4Y تساوي ناقص 3 نحصل على قيمة Y بقسم الطرفي المعادلة على معامل Y وهو 4 فيصبح Y يساوي سالب 3 على 4 أي أن حل المعادلة هو سالب 3 على 4 رقم 3 المعادلة 3X-2 مدروف كوس X-5 يساوي 6X زايد 2 مدروف كوس 2X زايد 10 هذه أيضا معادلة من الدرجة الأولى في متغير 1 هو X وحل المعادلة هنا هو الحصول على قيمة X التي تجعل طرفي المعادلة متساويان بالخطوات الآتية أولا نتخلص من الأقواس كمالي 3X تنزل كما هي ثم نقوم بضرب سالب 2 في X يبقى سالب 2 في X بسالب 2X ثم سالب 2 في سالب 5 سالب 2 في سالب 5 تساوي سالب 10 ننتخل إلى الطرف الأيمن 6X تنزل كما هي ثم نقوم بضرب موجة 2 في 2X 2 موجة 2 في موجة 2X تساوي 4X ثم نقوم بضرب موجة 2 أيضا في موجة 10 موجة 2 في موجة 10 تساوي موجة 20 نقوم بتجميع أو طرح الحدود المتشابهة في الطرفين 3X ناقص 2X تساوي X ثم تنزل 10 كما هي الطرف الأيمن 6X ناقص 4X تساوي ثم الطرف الأيمن 6X زايد 4X تساوي 10X 20 تنزل كما هي تصبح المعادلة X زايد 10 تساوي 10X زايد 20 تصبح المعادلة X زايد 10 تساوي 10X زايد 20 نقوم بجعل السود في طرف والمجهيل في الطرف الآخر نقوم بنقل 10X إلى الطرف الأيسر بعكس الإشارة X تصبح X ناقص 10X ثم نقوم بنقل موجة 10 إلى الطرف الأيمن بعكس إشارته فيصبح 20 ناقص 10 X ناقص 10X تساوي سالب 9X 20 ناقص 10 تساوي 10 نقوم بقسم الطرفين على معامل X وهو سالب 9 فتصبح X تساوي سالب 10 على 9 أي أن سالب 10 على 9 هي التي تجعل طرفين معادلة متساويان المعادلة من الدرجة الأولى في متغيرين ومعادلة الخط المستقيم والصورة العامة لهذه المعادلة هي AX زايد BY زايد C يساوي 0 حيث X و Y هم متغيرين في المعادلة الصفرية التي تمثل الصورة العامة لمعادلة الخط المستقيم و A و B و C ثوابت وسميت هذه المعادلة بمعادلة الخط المستقيم لأنها تمثل بخط مستقيم وإذا تم وضع X في طرف Y في الطرف الآخر فإن المعادلة تصبح على الصورة Y تساوي سالب A على B في X ناقص C على B وهي تشبه تماماً الدالة من الدرجة الأولى التي تمثل صورة الخط المستقيم وهي FX تساوي AX زايد B وذلك بالتعويض في دلة الخط المستقيم أو الدلة من الدرجة الأولى عن B تساوي سالب C على B و A تساوي سالب A على B حيث A تمثل ميل الخط المستقيم حيث أن ميل الخط المستقيم هو عبارة عن مقدار انحراف الخط المستقيم عن المحور الأفقي محور X أو أي خط موازي له و B هي الجزء المقطوع من المحور الرأسي محور Y مثال أوجد ميل الخط المستقيم للمعادلة 6X زايد 2Y ناقص 4 تساوي 0 لإيجاد ميل الخط المستقيم نضع المعادلة على الصورة أو على صورة معادلة الخط المستقيم وهي Y تساوي AX زايد B يتم جعل Y في طرف وباقي الحدود في الطرف الآخر يتم نقل X إلى الطرف الأيمن بعكس إشارتها تقطع سالب X ثم نقل سالب 4 إلى الطرف الأيمن فهي تكون المعادلة في الصورة 2Y يساوي سالب 6X زايد 4 لنضع المعادلة على صورة معادلة خط المستقيم هذه يجب التخلص من معامل Y اللي هو 2 وذلك بقسمة هذه المعادلة على Y في الطرفين حيث 2Y على 2 يساوي Y سالب 6X على 2 زايد 4 على 2 سالب 6X على 2 يساوي 3X سالب 3X 4 على 2 يساوي 2 فتصبح معادلة الخط المستقيم على الصورة Y تساوي سالب 3X زايد 2 حيث أن ميل الخط المستقيم هو في الصورة العامة المعادلة هو A يقابلها سالب 3 في هذه المعادلة إذن ميل الخط المستقيم يساوي A يساوي سالب 3 وهو يعني أن التغير في X أو في المتغير X بوحدة واحدة يقابله تغير في المتغير Y بمقدار سالب 3 والجزء المقطوع من المحور الرأسي Y يساوي 2 والذي يمثل B في معادلة أو الصورة العامة لمعادلة الخط المستقيم